عبر هذا الساتر الترابي عبرت أم نور اللاجئة السورية نحو المركز الصحي الوحيد في مخيم الرقبان الواقع فيما يعرف باسم المنطقة الحرام على الحدود بين الأردن وسوريا تحمل ابنتها المريضة بحثا عن علاج بعد إصابتها بالتهابات صدرية مزمنة بسبب الأوضاع الجوية السيئة فالعيش في هذه الصحراء القاحلة منذ أكثر من عامين يخلف أحزانا وأوجاعا وآلاما كثيرا يعني الناس هي سنة ونص قاعدين بين المخيم وعم نعيني من الجوع المرض قلت المرض يعني ما عم يجينا أي مساعدات غذائية منه وبنه ولا دوائية وحالة المخيم يعني كثير تعبانة خصوصا ستة يوم بسبب الغبرة يعني بيه كثير عالم أن نصبها تذيقت ونفس وغربه أطفال يعني بيه حالة كثير أننا عم تموت بسبب الغبرة وهيك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين افتتحت هذا المركز الصحي قبل ثلاثة أشهر اليوم يقدم الرعاية الصحية لقاطني المخيم من النساء والرجال والأطفال خاصة في ظل صعوبة إيصال المساعدات الطبية للاجئين نواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية نحن هنا في منطقة صحروية بعيدة عن التجمعات السكانية نواجه صعوبة في توصيل المساعدات الغذائية والطبية كما أننا بحاجة إلى المزيد منها لكن الهاجسة الأمنية الأردنية في هذا المخيم يبدو أكبر من أزمة لجوء على الحدود في ظل حديث السلطات هنا عن وجود عناصر مؤيدة لتنظيم داعش داخله المخيم فيه بوأرة تشكل 10% منه متطرفين الحدود الشمالية فيه جيش خالد بن الوليد يبعد 1 كيلومتر عن الحدود الأردنية لكن في هذا الموقع يصل إلى 3 كيلومتر هما داخل السكان المدنيين لا نستطيع تحديد موقعهم من المكان إلى آخر حسب درجة الأمان لعملها سكان المخيم جدير بالذكر أن ما يعرف باسم قوات العشائر السورية التي تم تدريبها مؤخرا في الأردن تتولى هي مهمة حماية اللاجئين في المخيم وتصطدم بعناصر من تنظيم داعش تنفذ من حين لآخر هجمات تسعى من خلالها إلى السيطرة على المخيم أكثر من 55 ألف لاجئ سوري يعيشون هنا خلف هذه السواتر الرملية منذ أكثر من عامين أوضاعهم المعيشية والإنسانية والصحية في تراجع المستمر رغم سعي المنظمات الدولية والجهات الرسمية إلى تحسينها لصعوبة إيصال المساعدات إليهم بسبب الوضع الأمني حيدر العبدالي مخيم الركبان الحدود الأردنية السورية ترجمة نانسي قنقر